فرحة الحصول على السكن الحلم بالنسبة لهذه العائلات القاطنة بحي خمسمائة مسكن في بلدية الكريتوس لم تدم طويلة فبعد سنوات من الانتظار أصطدمت بواقع أشد مرارة محلات تجارية حولت إلى سكانات اجتماعية وقع هذه العائلة تعيشه العدد من العائلات المستفيدة من السكن الاجتماعي بالمنطقة فقنوات الصرف الصحي التابعة للعمارة تمر داخل هذه السكنات والمحاولات الكهربائية المجاورة لجدران باتت تشكل خطراً حقيقياً على السكان ما دفع المستفيدين إلى مراسلة الجهات الوصية التي لم ترد على مراسلتهم ليتوجهوا بعدها إلى العدالة وليش عالي أحسن من عنا ساكنين اليوم كيس كنا في الدرجانة خمس سنين جاو الدونة ع 12 أجل يا رحلة رح فرحنا كيهنا هكي الناس كيجينا هنا كينا الكاريتا دار الهوغار ملتحت دار تلسنتي لسقافي دار شمرة تاعي من بلان كل عامنا نعودنا بالهوغار ما كيش أنا كل ما تحشتغل طوب لم تناها كينا كي جاء منها ليس كيس كنا أنا نطالب لي بتدلك ما ترميم وشي رمام وشي رمام في هذه نحيلي القرمود نحيلي تلسنتي لي دونجي علي مسؤول ديوان الترقية وتسيير العقاري لحسين داي قال إن القضية تم الفصل فيها من قبل العدالة نفضوا أنه يسكم في الطبق الأرضي وتقدموا بطعون لجهات الإدارية المختصة ورفضت لهم وما استقنعوش بهذا الرفض الإداري والجهات القضائية والجهات القضائية الحمد لله نصفت ديوان الترقية وتساء العقاري ورفضت لهم الدعوة ست سنوات وهذه العائلات تتخبط في واقع مر فحصولها على سكن اجتماعي لم ينهي معاناتها بل زادها تقيدا وإلى أن تتدخل السلطات الوصية للفصل في القضية تبقى هذه العائلات تواجه مصيرا مجهولا تبقى هذه العائلات تتخبط في القضية